بسم الله الرحمن الرحيم. النهار دا نتكلم عن البرمجات الحرة. ايه فكرة البرمجات الحرة? الفكرة بش جديدة. الفكرة اصلا من بداية التاريخ ان اللي كان بيكتشف حاجة بيبقى لي ان الحاجة دي تتقال ان اختراحها فلان فلاني والكشف ده عملوا فلان فلاني. وبيقدر يصفد منها ماديا اي حد ما ساعز يعملها بيقول له طب مقابل مبلغ من المال. بش بالصرامة لمجد دلوقتي حول مكان مدة مدة سنة وما يفعاش حد يقرب منها وكلام ده كله. لأ كان الموضوع ابسط بكتير بس الشركات سيطارت على القوانين فبدأت الموضوع يبقى ريخم شوية. آآ وبدأ الموضوع مع البرمجيات. المكسب بتاعها كان كبير قوي. وكان آآ مرة واحدة بعد ما الناس كلها كانت بتتبادل شفرة الكود عادي. آآ لأ تقفل وبقى ما ينفعش تشتغل على البرنامج غير بمبلغ كبير من المال. ويفرد السعر وممكن يشتري شركة منافسة بحيث انه يفرد السعر اللي هو عايزه. فكان فيه بروفيسور اسمه ريتشارد ستيلمان في امريكا وهو شغال ودرس في الاماتي. آآ سنة 1984 لأن الفكر بيتغير ورأس المال بيسيطر على فكر الناس وبيخليهم مؤمنين بموضوع كوبيرايت اللي اللي لازم دوت. فعمل مشروع اسمه اللي هو ان لو انت موافع على الفكرة بتاعتنا اعمل برنامج وحط سورس كود اللي عايز اتفاد منه. تمام? وهو كان من اقوى الناس اللي بيدعم الموضوع دوت. ولما واحد مبرمج اسمه باريان ريد سنة 1779. عمل اللي هو نقدر نسميه كرابة زمنية ان البرنامج الشغل كم مرة ويروح واقف لما تدفع فلوس. آآ اعتبر الموضوع ده جريمة ضد الانسانية. يعني ريشار السلمان قالك ده دي جريمة وتقييد للحرية المستخدم. ويعني لازم النظام يختلف. وبدأ يعمل برامج كتيرة جدا جدا. آآ عمل آآ عمل آآ مصحح آآ عمل حركة البرمجات الحرة. بس هي كان اصلاها حاجة. تمام? كان اصلاها ايه? آآ ان هي كلها برامج بس المحتاجة آآ من نظام تشغيل تشغيل عليه. يعني ان تشغيل على الويندوز. في كاس نظام تشغيل تاني. بس كلهم مش مش حر المصدر. فسنة 1780 المشكلة دي تحلت احد الطلبة. آآ من فنلندا اسمه لينوس تورفالدوس. آآ كان بيدرس وقالك طبعا هعمل نظام تشغيل. وشفيد يشتغل عليه يشتغل. الناس ينبهرب به. هو نزل اجازة يرجع لقى الناس كلهم مبهورة به. وراحهم سمينه لينكس. يعني ندمجوا اسم لينوس مع مع اليونيكس اللي هو النظام اللي غالي. النظام يونيكس ده اغلى كمان من الويندوز. وبش حر. اللينكس النظام حر ومجاني. انا فاكر مرة قبل كده مسلا اشتريته تقريبا باتنين جنيه. يعني هي سعر الستوانة. تمام? ومرة بل كده بعتت الفلندا لطوله ما انا عايز الستوانات ووزعها. بعتولي تقريبا 24 استوانة. ومرة تانية تقريبا بش عارف يجي تلاتين استوانة. تمام هدية بدون اي يفلس خلص. تمام? فاصبح الفكرة كلها ان بقى في حاجة اسمها open source. برامج مفتاحة المصدر برامج كوية بش للهواة. آآ بتستفى كتير جدا ان انت بتحتكب برامجين كبار. وبتعمل البرنامج وتتعلم بعد كده من من آآ الناس اللي معاك. ولازم عشان نقول ان البرنامج ده حر المصدر يبقى فيه حرية استخدام البرنامج لأي غرض دي رقم سفر. حرية دراسة تعديل البرنامج يعني اقدر تطلع عشافة كود دي الحرية رقم واحد. آآ حرية ندخل البرنامج عشان تقدر تساعد الجارك او صديقك من الحرية رقم اتنين. خلي بالك البرامج اللي هي المقفولة. آآ بتيجي تسطب على جهاز واحد. لو سططها على جهازين ماينفعش. تمام? يعني كان في آآ واحد بيدرس في احد الدول بدون ذكر اسامي البلاد آآ كانت فنلندا. انا ما اتذكر. وآآ عندهم في رسالة الدكتوران فودي شغل على البرنامج. فأقول طولة البرنامج ده انا عارفه. ببعته لي. تمام? وانا هشرحه لك فيديو. فبعتلي البرنامج جيت استطابه وقال لي لأ ده برنامج ده استطبق قبل كده على جهاز تاني. فبنفعش انت استطابه عندك. تمام? هو بستطاب على جهاز واحد بس. تقريبا كل البرامج المقفولة بتبقى كده بتشتريها بتستطب على جهاز واحد او بيبقى منديك ترخيص مسلا ان هو ستطب على خمس ست برامج. تمام? فده بيحد من من انتشار لا ده انا اشتريت النسخة من حق ان انا اديها لجاري وحاجة كده. ده احنا بنتكلم على فكر اللي هي البرمجات الحرة. آآ الحراكم تلاتة حرية تطوير برنامج وتحسينه واصدار تحسيناتك وازهره للعلم. تمام? يبقى احنا كده عندنا اربع نوع من حريات. لو انا حايت عندي سفر واحد اللي هي حرية تعمل البرنامج. وحرية دراسة الكود وتعديل البرنامج. يبقى كده ده برنامج حر المصدر. تمام? ولازم يكون مسموح بي. يعني بيش معنى ان انا مسلا عملت آآ كراك على الحاجة وغيرت آآ قدرت اغير شفرة الكود من غير ما صاحبه ييزن لي. ان ده برنامج حر المصدر. لا ده ده كده آآ اختراق الحاجة واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين آآ المبرر مجنفسه يسمح بالموضوع دوت. تمام? آآ ويكسب منه ويكسب منه مسلا في شركة تقول له طب انا عايز اصور حاجة او اخص حاجة ليا. آآ او يعمل حاجة ويبيحها بس بسعر كويس لان هو سيب شفرة الكود دي. بيش وده حصل كتير قدامنا وفيش شركة كتير تقفلت بسبب حاجة زي كده. لان اسعار البرمجيات في العالي. بالزات الحاجات اللي نحن نشغل بيها زي آآ برامج الرسم الهندسي والنمزاجة والحاجات دي بدون نذكر اسامل البرامج عشان بنعملش في شكل محد. تمام? طيب. آآ ده فكر يعني انا بطرحي لك وجهة النظر واكيد في ناس مؤيدة وناس معارضة. بس ما ينفعش يتبقى الموضوع سبهلالة. وما ينفعش الموضوع يبقى مقيد زينا عن اللزوم. ويعني انت بتدفع غرامة لو صورت جنب جنب عمارة من غير من المتاقة ستازن صاحبة وتديل الفلوس. آآ لو انت صورت لو انت خدت اي صورة من نت من غير من غير آآ تصريح من من شخص. حتى لو صورة عادية مسلا صورة زرعة او كده. من حق انه يعمل لك مشكلة كوب رايت ويقول لك لأ لازم آآ تاخد ترخيص. تمام? فالموضوع آآ بقى صعب زينا عن اللزوم. وخلي بالك ده ده بيكلف كتير جدا يعني لو نتكلم مسلا عن شركات الادوية آآ كل شركة عايزة توصل لعلاج الادوية بس التانية ما عامل اسرار وما ينفعش حد يشوفها لو شفتها ترفع عليك قضية فتلاقي ده بيتصرف مسلا ميت مليون عشان يكتشف الدواء ومن نفس الوقت واحد بيتصرف تاني برضو ميت مليون وما فيش حد عارف الاسرار بتاع التاني ولو عارفها ما ينفعش نوع السفات منها لان دي هيرفع عليها قضية ويعني الموضوع آآ ليه ابعاد اخرى تمام طيب كان برضو آآ ريتشارد سلمان آآ لا الناس كتير عملا بتسأل وتقول له غلط ومش غلط فقال انا هكتب مقالة لماذا يجب ان يكون البرمجيات مالكون. هو بيقول ان التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الرقمية دي بتفيد العالم وبقى سهل جدا ان ننسخ المعلومة ما بقاش دي الزمان ان انا عند كتاب فلو حد اخده انا كده بش قدر انا خسرت لأ دا كوبي اتناسخ ميت مرة انا مخسرتش حاجة. سواء مسلا على النات مسلا ان واحد عمل لها دا واللود. ميت واحد عمل لها دا واللود زي الف واحد عمل لها دا واللود. بس هي الشركات اللي هي بتاعت السوفتوير بتكسب كتير فقدرت تفرض قانون وعملوا اتحاد نشر برمجيات واللي هو السوفتوير بابلشارس اسوشن اس بي ايه. عمل حملة رهيبة جدا ان خطأ جدا جدا ان انت تعمل تدي نسخة لصديقك ولازم تبلغ عن صديقك لو هو بصدر نسخة غير قانونية. والشرطة تيجي تهجم على المكاتب والمدارس لان هو شاكك ان عندك نسخة غير اصلية وترفع عليك قضية وتعمل يعني زي الرعب اللي كان موجود في الاتحاد السوفيتي لأسباب السحسية دا بقى اسباب مكسبية وفلوس. وتلاقي كرصانة او صر او الحاجات ديت. هل موضوع بالفعلا كده ولا في مبالغة? هم يقول انه ما بيعانهم من اضرار اللي هو نسخة. بس انت ما بتخسرش حاجة. انت انت مجرد ان انت مسلا عملت الحاجة دي وكلفتك كده بيكسب كتير جدا. والدليل ان شركات البرمجيات زي مسلا اكس هي رقم واحد على مستوى العالم وصاحبه اغنى واحد على مستوى العالم. فما فيش حد بيخسر. رغم من كل الناس اللي بتعمل ننزل نروسها غير اصلية والحاجات دي كلها. ولو السعر ما فيه المعقول تمام? هتلاقي ناس كتيرة بتشتري اكتر. بس لان هو فارد السعر وعارف ان هو القانون في صفه وان هو هيضري فارد السعر. فالموضوع بيبقى صعب شوية. وكل شوية القانون بتلاقي صعب. وخلي بالك خلينا نتكلم ان الدول العربية الدول العربية ما بتصدرش ما بتصدرش افكار وما بتصدرش حقوق ملكية بتصدر البترول تمام? البترول هيخلص. يعني سواء مسلا تشوف رتح حصائيات خمس سنين وحصائيات بطول خمسة عشرين سنة وحاجزة كده. ايا كان البترول هيخلص. تمام? وبحنا دلوقتي بنبيعه برخص التراب. ارخص من من ازازة الببس. تمام? يعني لتر البترول بقى ارخص من ازازة الببس. واحنا بتصورة ببس كتير جدا. غير الببسي يعني يعني سوفت وير كل سنة بتدفع كتير جدا. وبيفرض عليك ان انت بتعمل وبيعت الرخص دلوقتي بالسنة. بش بش بتشير برنامج معاك. وكل سنة بيطلع وممكن ييفلك القديم. فانت اعمال تدفع تدفع والبترول بيخلص هيجي بعد كم سنة. وتلاقي ان انت بش قادر تصدر له حاجة. وفي نفس الوقت مضطر ان انت تستورد. تستورد. فدي مشكلة. لازم الحل بتاعها ان احنا نبدأ نتجه لموضوع البرمجيات. طب لو اتجهنا لموضوع البرمجيات قدامك ميت سنة على ما تعرف تعمل برنامج زي البرامج الكبيرة اللي بتعملها. فالحل ان انت تتجه اللي موضوعها الوبن سورس. تبدأ تعمل برامج وتكسب منها وكبر شركة بتاعتك. وانا الوبن سورس من حقا انت تكسب منها ومن حقا انت تتبعها ومن حقا انت استفاد منها. بس شفرة الكود تبقى مفتوحة بحيس اللي عايز يستفاد منها يستفاد والعايز يعمل حاجة يطور فيها. يطور. ويبقى الربح بالمعقول. فلازم احنا نتجد كدول عربية لموضوع الوبن سورس ونبدأ نتعلم برمجيات. الاوبن سورس هيخليك تبتدي من حيث انتهى الاخرون. فمسلا هتلاقي مصافح مثلا زي الفيرفوكس مثلا ده اوبن سورس. فتبدأ تتطور فيه. انما لو بدأت من السفر وتبدأ تعمل برنامج دوس. اه يعني سنة الفين وخمسة قبلت انا دكتور اه من جامعة من سوريا. تمام? فكم بيقول لنا احنا دكتر عندنا بتعمل مشروع التخرج في السوفت ويرك ولم نتكلم عن البرمجيات. اه كل سنة فيه دكتور بيخلي الطلبة بتعمل اه اوبرشن سيستيم نظام تشغيل. فقلنا له واو ومشاء الله ده ايه اللي حلاوة دي? نحنا عندنا لسه برمجيات بسيطة. قال لنا لا ده ده غباء. قلنا له ازاي? قال لنا ما هو الفكرة انه هو كل سنة يجيب الطلبة ويديه من نفسه مشروع التخرج ويخلوهم يبتدوا بنفس النقطة. ويعود يبزلوا نفس الجهد اللي الناس بزلوا للسنة اللي فاتت. طب ليه ما يخليهم? يقول لهم اهلا اهلا السنة وعليكم. اه ده المشروع ده اللي حصل السنة اللي فاتت طلبوا عاملوا الموضوع دوت. ووصلوا حد كده. انتو بقى عايز كنتو توصلوا من من الحاجة اللي وصلوها يطوروا. يعني هو في مشروع التخرج قدر يوصل مسلا لحد ويندوز تمانية وتسعين. ده مستحيل يعني مساكيد وصل مسلا للدوس مسلا او نسية او حاجة من الحاجات ديات. يديهم اخر حاجة اللي طلب وصلت له ويقول لهم يوصلوه لكزا. تمام? فيقدروا يبداوا مسلا من من ويندوز تمانية وتسعين ووصلوه لوندوز الفين ووصلوه لبعد كده ناس تانية تجدوا توصلوا لوندوز الفين وخمسة مثل توصلوا لوندوز ايت وكلها هكزا. لحد ما ما يقدروا يسبقوا اصلا الحاجات اللي تحصل برة. يقول له مسلا انت بتعالوا نشوف اخر حاجة الناس عملتها مسلا في تعالوا عملوه. طوروا فيه واعملوه. شوفت انا ناس كوريين تقريبا عملوا انت فيروس كم مشروع تخرج بتاعهم ووصل المستوى حلو قوي فعملوه ويدباع بكتير جدا. وفي ناس كم مشروع تخرج بتاعهم انهم عملوا برنامج اه 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 اوبن سورس اللي حاجة من نفس الفيسبوك وبدأوا من اه من اه اه من ال اوبن سورس الحاجات اللي لقوها وقدروا يصالوا المستوى حلو ويشتغلوا بيه ويكسبوا منه. فما تبدأش من السفر. ليه تبدأ من السفر من ده من حاجة موجودة بتقدر تسفد منها. طيب قانونا الدستور مفروض بيسمح بنظام حقوق النسخة بس بش فرض. تمام? فمفروض ان لو انت عايز تفرد حقوق النسخة اه موجودة. بس يعني كنعم المكافأة وكنعم ان انت تعبت مسلا كام سنة في حاجة فتكسب مقابل لها. بس لو انت عايز تنظر عنها اه كويس لو انت بش عايز تفرضها اه كويس. اه لو انت عايزها ك ك كفايدة للبشرية. ما فيش مشكلة. اه عايز ربح معين تقول مسلا اخوان انا هستفد منها مسلا لمدة ثلاث سنين. انما القوانين بتقول خمسين سنة ومت سنة ومالة نهاية. واضح ان الموضوع القوانين كوبرايت وحاجات ديات دي كلها اسباب اقتصادية. يعني الشركات عايزة بدل ما تكسب الف تكسب مليون. تمام? فما فيش مشكلة بس احنا بقدر امكاني ما عندنا برامج اوبن سورس بدائل ويبقى فيه برامج الشركات تتنازل شوية في حول الملكية تخلي فيه بعض الحاجات اه مفتوحة المصدر. لان نخلي باقي احنا بنكلم بالعربي ولغاتنا عربية وما بنعملش ما بنعملش حاجة ومنخسر كتير جدا. فلازم نعتمد على موضوع الاوبن سورس شوية. اه نعمل سيرش يعني لو اي برنامج عجبك وعايزه. اه اكتب اسم البرنامج مسافة اه الترناتف او اوبن سورس. هيجيب لك البدايل بتاحته. تمام? هحط لك موقع اسفل الفيديو اسمه الترناتف توه. تكتب اسم البرنامج يقول لك البدايل بتاحته المجانية. اللي تقدر تعتمد عليها. تمام? ودي حاجة سهلة جدا ولزيزة. بحيس ان انت ما تبقاش دخلت موضوع الكرياك والباسورد والحاجات ديت. اللي ازا اضطررت. تمام? لان في بعض الحاجات طبعا حتى الامة الهاشة. آآ بدايل نتيجة اللي المهتمين بها قليلين. العصافير دي شكلها تبع الشركات الاحتكارية فعشان كده بتغلص علي كل ما هو الحاجة. بقى هل الاوبن سورس ما بيخلناش اكسب فلوس? لأ. شرطة المال من ناس اللي بتكسب كتير جدا. بسبب انه مثلا فيه شركة تقول لعملية تحسين معين لان انت اللي عامل البرنامج فبيعمل تحسينات ويضيفها للاصدار التالي وينزلها للناس كلها تقدر تشوفها. وفي الناس كتيرة عملت آآ بتلجأ لجاء التمويل عن طريق شبكات المتخصصة في موضوع التمويل اللي هو ما اخوانا نعمل البرنامج دوت وهسيبه اوبن سورس وهكسب منه مبلغ قد كده نسبة مثلا. وبيجمعه له الفلوس. وفعلا فيه مشاريع كتيرة والدخل بتاع الاوبن سورس الناس كتيرة جدا بتكسب وانا قابلت ناس شغالة في مصر فتحة شركات متخصصة في الاوبن سورس. فانا شاف ان اوبن سورس ازا بيفتح لك مجالات كتيرة جدا سواء كمستخدم ان انت بتلاقي الحاجة اللي انت عايزها مجال ما تدرع عليك وتخش على موقع وتلاقي حاجات آآ فيروسيات وحاجات زي كده وكان مبرمج هتقدر تستفاد من شفرة الكود فتعلم منها كتير جدا وانا بشوف ناس كتيرة انا شخصيا عملت برامج كتيرة وحطيتها اوبن سورس اللي عايز يكمل عليها يكمل دي اللي انا عملته لو فيه غلط قولي لو فيه صح آآ كامل عليه آآ انا قدرت وصلت لكده ودخلت في موضوع تاني فانت كامل انت البرنامج ولو فيه حاجة ممكن ندخل فيها نطور فيها مع بعض آآ طيب آآ فيه كاتب من الكتاب العرب كان قال كلمة حلوة كده في احد الكتب بيقول اننا اننا نحن حين نحتكر افكارنا وعقائدنا ونغضب حين ينتحلها الاخرون لانفسهم ونجتهد في توكيد نسبتها الينا وعدوان الاخرين عليها اننا انما نصنع ذلك كله حين لا يكون ايماننا بهذه الافكار العقائدية كبيرا حين لا تكون منباسقة من اعمقنا كما لو كانت بغير ارادة منا حين لا تكون هي زيتها احب الينا من زوتنا ان الفرح الصافي هو صمرة طبيعية لان نرى افكارنا وعقائدنا ملكا للاخرين ونحن بعد احياء ان مجرد تصورنا لها انها استصبح ولو بعد مفارقتنا الوجه الارض زاد للاخرين ورية ليكفي لان تفيد كله بنا بالرضى والسعادة والاطمئنان التجار واحدهم هم الذين يحرصون على لقات التجارية لبضائهم كي لا يستغلها الاخرون ويسلوهم حقهم من الربح اما المفكرون وصحاب العقائد فكل ساعدتهم في ان نتقسم الناس افكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها الى حد ان يسوبوا انفسهم لا الى اصحابها الاولين انهم لايعتقدون ان اصحاب هذه الافكار والعقائد وانما هم مجرد وسطاء في نقلها وترجمتها انهم يحسون ان النبع الذي يستمدون منه ليس من خلق خلقهم ولا من صنع اديهم وكل فرحهم المقدس انما هو صامر التطمئنينهم الى النوم على اتصال بهذا النبع دي فكرة ال open source حاول لو انت مسمتش عنها بكده تعمل سيرش عليها حاول تجرب تستخدم البرامج داعتها في برامج قوية جدا جدا يعني ولو في اي حد عايز يعرف بديل لبرنامج يقول لي وانا ان شاء الله هبعث له البديل على هد معرفتي تمام ونكتهد ولو عنده حد يعرف بدايل كويس يقول لنا عليها ونبدأ انا اي برنامج بحاول اخليه open source مجانا افضل واسهل بكتير